من شوية عرضنا لحضراتكم فيديو لرئيس الأوكراني فولدمير زيلانسكي وشفنا فيه أنه يقول أنه متواجد في كييف ومش هيسيب كييف فهنرجع تاني لأخبار أوكرانيا وطبعا الجانب الروسي ورئيس أوكرانيا يقول أنه لن نلقي السلاح ويقول أنه باقن في كييف يمكن تصريحات الرئيس فولدمير زيلانسكي بيقول فيها التأكدات دي وبيثبت من خلال الفيديو المصور الذي ظهر به على حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بيأكد فيها أنه باقي في كييف زي ما قال وأنه هيقاتل من أجل الأرض وأن الجيش الأوكراني لن يترك ساحة المعركة وده بالتأكيد على خلفية الدعوات التي ظهرت بالأمس لدعوة بريطانيا للجوء للرئيس الأوكراني في حالة الرغبة في ذلك